وزير الخيارية المغربي ناصر بوريطة بيعلن توجيه صفحة اقتصادية لتركيا فقد اعلن ان اتفاق التبادل الحر اللي وقعته المغرب مع تركيا من سنة 2006 كان خطأ الموضوع ده له دلالات يا سادة فليه اعتبروا خطأ خصوصا مع تركيا وليه الغاءه بيعتبر صفحة اقتصادية لتركيا ده اللي هنعرفه مع بعض السلام عليكم علشان اكون صريح معاكم في الدقيق اللي جاي احابب ان نقدم لكم دليل بسيط عن خطورة السياسة التجارية التركية مع الدول العربية وانها سياسة بتعتمد على شفط الاموال العربية وتدمير الصناعات الوطنية العربية وبالتالي انتشار البطالة وامور تانية في الدول العربية مع ان تعاشت الاقتصاد التركي ده هنعرفه من خلال الاجراء الاخير اللي اتخذته المغرب تجاه تركيا فمن المؤكد ان تصريح وزير الخارجية المغربي كان نتيجة دراسها وفية لاثار اتفاقية التبادل الحر مع تركيا دافع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا عن اتفاقيات التبادل الحر التي ابربها المغرب مع عدد من الدول لكنه اكد ان الاتفاق المبرم بين المملكة وتركيا كان خاطئا الوزير دافع عن الاتفاقية التانية ولكن اعتبر الاتفاق مع تركيا تحديدا بانه خطأ وانه الجانب المغربي خاد معركه مع الجانب التركي من اجل مراجعة هذا الاتفاق واقناع الجانب التركي ان هذا الاتفاق اضر بالمغرب وقال في تدخل امام نواب البرلمان خضنا معركة من اجل مراجعة اتفاق التبادل الحر مع تركيا وذلك بعدما اقتنع الاتراك انفسهم بصواب مقاربتنا لان الاتفاق لم يكن ايجابيا بالنسبة لنا ولفت الى ان مراجعة اتفاق التبادل الحر مع تركيا جاءت ثمرة اجتماعات متعددة عقدت مع وزراء اتراك من بينهم وزير الخارجية ووزير الدفاع وعلشان قبل ما نتكلم عن دلالات هذا الاجراء المغربي وقبل ما نتكلم عن قطورة الاتفاقيات دي والسياسة الاقتصادية التركية المؤذية للدول العربية تعالوا نفهم القلاصة اللي قالها الوزير المغربي عن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا واضرارها وكانت الرباط بادرت الى طلب تعديل الاتفاق المعمول به منذ 2006 بعدما اعتبرت انهم مضر بالاقتصاد الوطني وخصوصا قطاع النسيج والملبوسات بسبب اعتماد تركيا سياسة دعم لصادراتها وهو ما ينتج عنه اغراق للأسواق المستهدفة الجملة الاخيرة من كلام الوزير المغربي هي اللي فيها الخلاصة تركيا يا سادة بتتعمد اغراق الأسواق المستهدفة بمنتجتها وده بيحصل عن طريق دعم الحكومة التركية للصادرات من السلع التركية وبالتالي المنتجات دي ما بتتحملش سعر تكلفة ضريبية لصالح الحكومة التركية وبالتالي بتبقى السلع التركية للسوق العربي المستهدف بتكون بسعر تنافسي جيد جدا مقابل نفس السلع المصنعة محليا في نفس الدول العربية المستهدفة نحط على ده انه بيكون فيه اتفاقية تبادل حرية ما بين الدول العربية دي وما بين تركيا وده بيعفي السلع التركية من تكاليف ضريبية وجمهوركية عالية لصالح الدولة العربية المستهدفة وده بقى بيخلي تنافسية السلع التركية في السوق العربية فوق الممتازة على حساب مين؟ على حساب نفس السلعة بس المصنعة محليا في الدولة العربية ومما يزيد الطيم بلا ان احنا العرب عندنا عقدة الخواجه ايوه دي حقيقة ما نقدرش ننكرها وده بطبيعة الحال بيدي لمنتج التركي نوع من الافضلية عند المستهدفة العربي وده لانه منتج متصنعة في الخارج وكمان في دولة غير عربية لذلك ارجوكم انكم تاخدوا من بالكم الكلام اللي جايدة شوية السلعة التركية اللي داخلت البلد العربي وهي مدعومة من الدولة التركية ومحمية بموجة باتفاقية تبادل حرم بين تركيا والدولة العربية حيكون لها الافضلية عند المستهلك لانها دخلت بسعر تنافسي مقارب وربما افضل لنفس السلعة المصنعة محليا وده بيؤدي لقتل ايوه بقى قتل الصناعة المحلية في اي بلد عربي وبيخلي المنتج التركي هو المهيمن وزي ما لاحظته الوزير المغربي قالها صراحة بان تركيا بتتعمد على اغراق الاسواق المستهدفة والارراق ده هو اللي بيوصلنا لخلاصة الكلام يا سادة يا كرام يا سادة تركيا بتتعمد ان هي تعمل اتفاقيات من النوع ده مع الدول العربية لانها بتعلم ان الصناعة في الدول العربية للأسف ودي حقيقة للأسف بعافية شوية او مش قوية كما نتمنى لذلك السياسة التركية بتعتمد على اغراق اسواقنا العربية بالسلعة التركية بهدف وارجوكم ركزوا على الكلام ده بهدف ضرب اي صناعة محلية في الدول العربية وجعل الدول العربية مجرد اسواق مستهلكة للمنتجات التركية ممكن حد يعتبر ان انا ببالغ او بتجنع على الجانب التركي يا سيدي انا مش حاجد لك في النقطة دي ولكن انا بطالبكم بالتفكير في الموضوع وتعالوا ببساطة نحسب تبعيات الموضوع ده تركيا بتدعم صادراتها للدول العربية وبتعقد اتفاقيات مع الدول العربية للتبادل الحق تركيا من الناحية الصناعية اكبر من اي دولة عربية تعقد معها اتفاقية للأسف حط على ده عقدة الخواجل اللي موجودة عند العرب اللي بتخليهم يفضلوا المنتج المستورد على المنتج المحلي وبالتالي المنتج التركي حيكسب سعر تنافسي في السوق العربي المحلي وبالتالي برضو حيكتسح الاسواق العربية وده بيؤدي لاقفال مصانع في الدول العربية يعني بطالة والبطالة دي بتؤدي لتدخم وبيؤدي كمان لزيادة خروج العملة الصعبة من الدولة العربية دي لشراء السلع الغير مصنعة محليا من الخارج يعني من تركيا يعني خرب بيوت مستعجل من كل النواحي باختصار لذلك افتخر ان من اوائل الناس اللي حذروا من خطورة الاتفاقيات التجارية مع تركيا تحديدا تركيا لانها بتقوم بارراق الاسواق العربية لتدمير الصناعات المحلية والحلقة دي عملتها من اكتر من سنة ونص لما بدأ المغرب والأردن بمراجعة اتفاقياتهم مع تركيا اتمنى ان اي دولة عربية تكون حذرة من النوعية دي من الاتفاقيات مع تركيا وده لان سياسة الجانب التركي في الموضوع ده سياسة سلبية مؤزية للصناعات الوطنية العربية يا سادة هل يظن عاقل ان دولة زي تركيا ممكن ان هي تخلي بلد عربي يستفيد على حسابها طبعا لا لان ده المنطق لذلك اتمنى ان نشوف اليوم اللي تنمو في الصناعات العربية وتعلوا جودتها لان الصناعة والزراعة هم الحل الامثل للنهضة في الدول العربية واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته